بحضراتكم في الفكرة الأخيرة وخليني أتكلم عن شوية تاريخ يعني مصر في فكرة هنا حصد ومشاركة كمان أو المشاركة في الأولمبيات ودورة الألعاب الأولمبية المختلفة ويمكن عندنا رصيد مش بطال من المشاركات لكن أكيد كجماهير مصرية بالملايين بنأمل نكون في مشاركة أفضل 38 ميداليا مش الأفضل أو خلينا نقول مش أفضل شيء حتى هذه اللحظة عايزين نحاق مزيد من الإنجازات في أولمبيات تحديدا باريس عشرين أربعة وعشرين فحنتكلم في كل دول الاستعدادات المختلفة والمشاركات كمان الدولية لمنتخبات مصر في البطولات القرية والعالمية خليني أراحب أدفتي العزيزة جداً أستاذ دعاء بدر مدير تحرير الأهرام أبدو بونجور صباح الحناء صباح الفل عليكم بصي بقى أستاذ دعاء هنتكلم يعني بصراحة شديدة في الفقرة دي لأن الموضوع فاضل للشور قليلة يعني يمكن شهر سبع اللي جاي تحديدا هتبدأ أولمبيات باريس والعالم كله بيستعد للأولمبيات القادمة بعد انتهاء الأولمبيات بتكون الحالية النسخة منها زي ما كنا بنكلم عن توكيو فعشان أقدر أحدد مصير أو عدد الميديليات في باريس لازم أكون صريحة مع نفسي استعداداتي كانت قد إيه مشاكل اللي كانت وجيتني في الأولمبيات اللي فاتت اتحلت ولا لأ المشاكل المادية والأزمات والدعم المادي تحديدا من قبل الوزارة والاتحادات المختلفة وصل لفين المشاكل الصغيرة والإدارية والفنية اللي بيعاني منها الأبطال بتوعنا تحلت ولا لأ وغير وغيره من الملفات المهمة جدا عشان أنا كجماهير أتطمن على باريس وأقول أن هي هتبقى نسخة فعلا مختلفة لأن هي مش بالدعاوي بس أو بالأمال بس وأقول إن شاء الله تيجي ولا ما تجيش بقى حسب ما يحصل الكلام ده ما ينفعش مع دولة كبيرة وفيها مفروض سيستم مختلف زي مصر وفيها جماهير بالملايين فحنبدأ من النقطة دي وحنبدأ من قصة أنا دلوقتي كمصر استعداداتي لباريس هل هي كافية؟ هل هي بتتم بشكل سليم؟ ولا أنا عندي مشاكل للأسف الشديد مكررة مع النسخة الحالية؟ للأسف الشديد طبعا نفس كلام اللي بنقوله قبل كل أولمبياد هو هو اللي بنقوله بنعيده بنكرره دايما الوضع المرة دي كمان في صعوبة أكتر الحقيقة رغم أننا لدينا فرص كبيرة ما نجي نتكلم عن الفرص إحنا عندنا فرص كبيرة دي الحمد لله دي الحاجة المطمئنة غير قبل كده لكن إحنا المشكلة الحقيقة طبعا في الإعداد أن إحنا طبعا الأزمة الاقتصادية اللي حصلة في العالم كله وارتفاع الشديد في الدولار ده عامل أزمة لكل الاتحادات أي اتحاد عشان قطر يعرف يصفر لعبته يلعبوا بطولات دولية ويدخلوا معسكرات دولية أي حاجة زي كده محتاج دولارات محتاج عملة صعبة محتاج فلوس كتير دعم الدولة طبعا موجود لكن هو دعم الدولة مزادش لما الدولار تفع دعم الدولة بالجنيه المصري مش بالدولار فأنت في الآخر الاتحاد مزنوء أنه هو مضطر يحاول يجيب طبعا الاتحادات بتحاول تجيب سبونسور مش كل الاتحادات قادرة تعمل ده وحتى الاتحادات القادرة تعمل ده فبرضو السبونسور مش مكافيهم يعني خصوصا الاتحادات الكبيرة يعني إحنا بنتكلم لو تكلمنا على الاتحادات اللي عندها قدرة على المنافسة الاتحادات الكبيرة الاتحادات السلاح الاتحادات الخماسي التايكوندو الاتحادات اللي عندها لعيبة قادريني نفسه بالزبط اللي فيها لعيبة قريدي محققين ميداليات أولمبية وعندهم فرص كبيرة يحقق ميداليات أولمبية في الدورة اللي جاية فالاتحادات دي يعني عشان خاطر يبضلوا مستمرين على نفس المستوى لازم اللعيبة تسافر بطولات لازم اللعيبة تحتك لازم اللعيبة تبقى على طول أبتو ديت بيلعبوا كتير لازم هذه الخبرة في الآخر لأنه هو لو قعد قفل على نفسه هنا جوه مصري يتضرب في مصر قعد سواء في المركز أولمبي هل لو بلعب نفسه هل روح لعب العالم بزبط كده مش هانا هنرجع لورا غير كمان التصنيف دلوقتي التأهيل دي مشكلة تانية كبيرة جدا قدام الاتحادات دلوقتي التأهيل ما بقاش زي زمان انه يروح بطولة أفريقيا فطلع أول أفريقيا فهيتأهل لا خلصت الكلام ده دلوقتي التأهيل معظم الألعاب عن طريق التصنيف الدولي فيه طبعا تأهيل عن طريق أفريقيا بس ده في الآخر خالص دي آخر مرحلة وده لو ما تأهلناش من التصنيف الدولي وبكتر قليلة جدا لكن عشان نتأهل بشكل كويس فإحنا لازم نتأهل عن طريق التصنيف الدولي ده في معظم الألعاب بالشكل ده عشان تقدر تتأهل بالتصنيف الدولي لازم تلعب بطولات دولية عشان التصنيف بتهاك يفضل كويس صح يعني حسبة سيركل متاشر هنرجع نقعد في مصر هنقفل على نفسنا في مصر مش هنسافر مش هنلعب بطولات مش هنعمل معسكرات هنتراجعتين هو للأسف فعلا الكل بيدفع تمن الأحداث الاقتصادية في العالم كله ويمكن كمان من الحاجات اللي قرأتها واللي كانت غريبة شوية قالك أصلا الأولمبياد في باريس مهددة أن هي تقام أو لأ بقى سبب الأزمة اللي بتمر بها باريس يعني تحديدها بفرنسا لا لا هتقام إن شاء الله طيب لو تكلمت عن توقعات حضرتك ليه يعني مصر هل إحنا بنتكلم مثلا في عشر ميدليات مضمونين ولا الموضوع أقل أو أكتر لا يعني مستحيل نقول كلمة مضمونين ما فيش حاجة خاص فيش حاجة مضمونة في ميداليا مضمونة يعني في ميداليا واحدة يعني كلمة مضمونة في الرياضة يعني دي حزبة برده حاجة صعبة لكن في ميدليات في عندنا توقع على ميدليات واردة تقريبا بقتين عندنا نسبة نفس على ميدليات عندنا يعني يعني إحنا لو عملنا عشر ميدليات دي هيبقى رقم خرافي الحقيقة بس أنا شايفة أن إحنا لو عملنا زي أولمبياد توكيو ست ميدليات ده هيبقى نتيجة كويسة جدا دينا عندنا لعيبة كتير بينفسه الحقيقة في ألعاب مختلفة نفس الألعاب تقريبا لحقائط ميدليات في الأولمبياد الفاتت هنلاقي عندنا تايكوندو طبعا من الألعاب المنافسة في شكل قوي هنلاقي عندنا طبعا الكرتي خرج زي ما إحنا عارفين لكن الحمد لله رجع رفع الأسقال فعندنا طبعا يعني ميدليات رفع الأسقال اللي ممكن تكون شوية إلى حد ما محسوبة لأنها في الآخر لعبة رقمية فإحنا عارفين أرقامنا إيه والأرقام العالمية إيه فالعيد دي يقدر أو ما يقدرش دي بتبقى سهل لها حسبتها عندنا السلاح طبعا حقيقة انتفرة كبيرة في الفترة اللي فاتت والحمد لله لسه مخلصينها بميداليا في بطولة العالم ميداليا تاريخية وهي أول ميداليا فردي في بطولة العالم للسلاح لمصر زياد السيسي حققها وعندنا جيل بقى طالع في السلاح يعني كلهم ما شاء الله يعني في المراكز الأولى في التصنيف السلاح مثلا لو تكلمنا عليه تصنيف التأهيل للأوليمبيكس بيبقى عن طريق التصنيف الدولي أول ثمن فرق بتتأهل مباشر وبعد كده أول فريق من كل قرى بشرط أن يكون جوهة 16 الأوائل فأنت برضو الموضوع ما هوش حاجة مش سهلة مش أول فريق في أفريقيا هيتأهيل أوتوماتيك لا لازم تبقى أول فريق في أفريقيا وجوهة 16 الأوائل كويس كيل ودي الحقيقة احنا عندنا الأسلحة بتاعت الولايات كلها في الجوة يعني بنتكلم كلنا معظمهم في التاسع العاشر الفريق كامل مش بس لها الفردي والبنات فيه كذا فريق برضو ممكن عندهم فرص يتأهله فالسلح الحقيقة ماشيين كويس الحمد لله الخماسي طبعا مهند ضفنا الجميل اللي كان معاكم من شوية الحمد لله هو حجز أول بطاقة أول بطاقة أولمبية في الخماسي التأهيل ما هوش هي مشكلة بالنسبة لنا هو طبعا ايه الموضوع يعني احنا عارفين ان احنا هنتأهل كده ولسه الخماسي هيتأهل بلعيبة تانية كمان عندهم بطولة العالم هيلعبوها آخر يعني الأسبوع الجاي الحقيقة ففيه تأهل منها بعد كده فيه بطولة أفريقيا فيه تأهل منها بلاس ان فيه تأهل من التصنيف الدولي بعد كده والاتحاد بيختار بعد كده اللي يشارك بيها اما المشكلتنا فين بعد التأهيل نجيب ميداليا بقى بعد التأهل نجيب ميداليا بقى ونبقى جهزين للميداليا بقى طبعا احسأل حضرتك على حاجة تعالين كارن يعني باريس بطوكيو بريو يعني النسخ قديمة كتيرة وبتشوفي ايه اللي جد وايه اللي تطور وايه اللي تحسن على مدار النسخ الماضية ان انا دوليات يقولي انا افضل بكتير ان شاء الله في باريس عشرين اربع عشرين طبعا قولا واحدا احنا دلوقتي افضل بكتير الرياضة المصرية في حالة صحوة وطفرة كبيرة جدا في الالعاب الاخرى يعني خلال الكام سنة اللي فاتوا دي حاجة ما حدش يقدرين كرها رغم كل الصعوبات رغم كل المعوقات الرياضة المصرية بحقق طفرة كبيرة جدا الدليل بتاعنا ان احنا بنروح بطولات دولية بطولات عالم احنا بنروح نحقق ميدليات وبنيجي مش زي زمان احنا زمان كنا تشريف مماركة ايه تنصير مشارف بالزبط كده كنا زمان بنروح بطولات العالم اللي قبل هي اصلا ما حق انت يعني قبل الاولمبياد بيبقى عندك بطولات دولية بطولات عالم جايزة كبرى جران سلام على حسب كل اللعبة اللي هي البطولات بتاعتها فكون زمان بنروح فين وفين لما حد يخبط في ميدليا ويجي دلوقتي لأ احنا بنروح عندنا لأ رايحين عارفين ان احنا هنجيب ميدليات بنشوف بس هنجيب كم ميدليا مفيش بطولة بنرجع منها ايدينا فاضية خلاص الموضوع ده برضو ما بقاش حاجة زي زمان كده الاهم من ده ان احنا عندنا اجيال متعقبة ان احنا مش بس احنا عندنا كام لعب طفرة زمان كان فيه طفرة رياضية ما حصلتش في تاريخ مصر حقيقة جاب فجئنا بالدهب طبعا في 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 2004 قاتينا وبعد كده جاب ميدليا تانية فاضة دي حاجة طبعا مش مش سهلة عندنا تامر صلاح في التايكوندو طفرة برضو في 2004 جاب الميدليا الحقيقة هي يمكن الحركة الرياضية في مصر بدت تتحرك شوية من ساعة أولمبياد قاتينا 2004 أنا باعتبارها دي يعني أول تحول علينا كده في العصر الحديث الأولمبياد زي ما بنقول وقتا احنا جبنا خمس ميدليات وكان رقم كبير جدا غير مصبوخة غير مصبوخ كان بقالنا سنين عندنا صيام عن الميدليات كانت قبلها 84 ميدالية محمد رشوان كابتن محمد رشوان اسطورة الجهود طبعا ففي 2004 في قاتينا دي جبنا خمس ميدليات منهم دهب كرم ومنهم برونز تامر ومنهم ثلاث ميدليات في الملاكمة نتمنى يرجعوا لنا تاني يعني لكن في الفترة دي كانت بداية الحركة ان يبقى في مصر عندها لعيبة بحقق ميدليات أولمبيا من أول وجديد ابتدى حركة شوية بشوية الوضع يتغير يتحسن ويتطور في أولمبياد عن أولمبياد جينا في توكيو الحمد لله طبعا كان فيه البومنج الكبير بتاعنا ست ميدليات وكان معظم الناس بتقول ان توكيو صعب أو ينحقق فيها بسبب كورونا وبسبب عدم الإعداد بسبب لكن هو الوضع ده كان على العالم كله ما كانش علينا لوحدنا فكأنه جات كورونا ساعدتنا ان احنا بقينا زي العالم كله محدش بيسافر ومحدش بيحتاجت كتير الوضع على كل بالزبط كده فقدرنا نحقق الست ميدليات الغاليين أو يعلينا دول ومستمرين الحمد لله في التطور وفي التقدم بتاع التقدم جدا ومهم ان انا ما ينفعش يعني نسخة عن نسخة ان انا اقل في عدد الميدليات ده رقم واحد او ان انا افضل على نفس العدد حتى اعتقد الجماهير المصرية لبالملايين مش هتقبل حتى ان انت جيب لي ستة في باريس لان دايما بنقول ان مفروض يكون فيه دايما تطور وتطور يتطلب ان يبقى فيه يعني حتى مش هنقول دعف الميدليات يعني ستة يبو اتناشة بس على الاقل عشر انا اتمنى ذلك يعني مع كل الاهتمام دلوقتي بس طبعا خلينا نبقى الصرحة نبقى وقعيين الازمة الاقتصادية طبعا الحالية اللي بتواجه العالم كله وانت عندك ارتفاع في الدولار وغيره برضو اثرت اكيد على الاعداد والمعسكرات ده كلام لازم برضو نبقى فاهمينه لكن اتمنى ان هو لا يؤثر على اللاعب المصري في باريس لان دي حاجة مش هتسعدنا تماما في نفس الوقت هتضيع مجهود كبير جدا الدولة شغالة عليه فهي معادلة برضو دلوقت مالهاش حل قوي بصراحة الحاجة الوحيدة اللي بتصبرنا يمكن ودي برضو مالهاش تفسير ان في دول عندها المقدرة المادية العالية جدا بس ما بتقدرش تصنع عبطال رغم القدرة المادية دي واحنا رغم القدرة المادية المحدودة باقل الامكانيات انت عندك متنشل رائع من اللعيبة اللي باقل الامكانيات بيروحه وبينفسه دول كبيرة عندها دعم اكبر بكتير ما عندك فدي حاجة انا مش عارفة تفسير ايه بصراحة ده حقيقي ده فعلا كلام اللعيبة دايما اللعيبة بيرجعهم البطولات بيقولوا يا جماعة احنا ما بتصرفش علينا واحد من مليون من اللي بتصرف على اللعيبة التانية برا اللعيبة التانية برا فعلا يعني في لعيبة بتصرف عليها ارقام خرافية ولعيباتنا بيروحوا زيهم زيهم مش يعني زي بعض ما فيش ما فيش فرق كبير ما بينهم فيه بقى الروح بقى والحاجات بتاعت مصر الحلوة اللي هي حلوة وملهاش تفسير وفعلا مليهاش حزيهم هل تقولش فعلا هي حاجات مليهاش تفسير مش هنعرف مش هنقدر نعرفها صحيح لما يبقى عندنا في أولمبياد توكيو اللي فاتت دي لعيب زي أحمد الجندي بيلعب في الخماسي الحديث وكان متأخر والناس كلها بتقول ده خلاص ده بعيد قوي انه هو يبدأ ويجيب ميداليا وبادئ في مركز متأخر اللي زران ونيجي نلاقيه في الفنش بينفس على الدهب كمان دي حاجات مستحيل لإلها تفسير في العلم الرياضي صح شو بصير الوقت بيجري يا نيو سوزة دعاء بس مهمة برضو أحاول أروح معاك لملفات مختلفة إيه من الرياضات اللي عندنا محتاجة شغل أكبر محتاجة الاتحاد يركز مع الأبطال بتاهم أكتر مين من وجهتنا تاريك الحقيقة كل كل محتاج تركيز أكتر يعني أكيد رياضات الفترة اللي فاتت نالت يعني اهتماما طبعا الحمد لله يعني في عندنا ألعاب ماشية على الطريق وماشية كويس جدا أنا شايفة السلاح عامل طفرة كويسة يعني في منظومة منظومة عمل شغالة وبتشتغل كويس أوي التايكوندو الحقيقة برضو حقق نتائج كويسة الفترة الفترة مديليات في بطولة العالم أنا دايما عندي المقياس مديليات بطولة العالم دي يعني هي دي اللي بتقولين احنا ماشيين على الطريق الصح يعني أنا ممكن أكون قلقنا شوية من رفع الأسقال رفع الأسقال لعبة مهمة جدا بالنسبة لنا وغيابها الفترة عن المعترك الدولي بسبب طبعا الإيقاف بيخلينا دايما قلقنين وبيخلينا قلقنين يمكن أن احنا مضطرين نلعب في الأولمبياد في رفع الأسقال بعدد أولاية من اللعيبة ومعتمدين على أسماء كبيرة معروفة فالخوف دايما لازم يبقى عندك بدائل ولازم يبقى عندك أكتر من لعب فيمكن رفع الأسقال أنا بقلق منها مش بقلق منها يعني أنا بالعكس هي اللعبة اللي بتطمننا وكل حاجة بس حاسة أنهم محتاجين محتاجين دعم أكتر محتاجين دعم أكتر من كده شوية ومحتاجين اهتمام أكتر من كده شوية صح الملاكمة لعبة مصرية وكان لنا يعني محققين فيها ثلاث مدريات في 2004 لكن للأسف غايبة عن الساحة بقالها سنين السبب فعلا يعني دي حاجة ملاحظينها إيه سبب نوجة نظر مش عارفة الحقيقة بالزبط يعني يمكن هو يعني فيه كذا حاجة مع بعض طبعا لكن ممكن يكون فيه جزء منه طبعا التحكيم في الملاكمة فيه مشاكل كبيرة جدا جزء منه الإعداد بتاعنا أكيد فيه مشاكل كبيرة جدا لعيبتنا ما بيخرجوش يلعبوا هو ده في الآخر يعني ما نشوف اتحاد زي السلاح اللعيبة كل شهر موجودين بيلعبوا في بطولة فطبيعي خلاص المستوى هيستقر لعيبة الملاكمة بيلعبوش غير بطولة أفريقيا ويقوموا رايحين مرة واحدة على بطولة العالم ما هو أنت هتروح بطولة العالم ما لعبتش بطولات دولية قبلها ما استعدتش وجود دعم مادي كافي ولا ده راجع لإيه بزبط سيستم محطوط غلط نسأل الاتحاد بقى دي من الأسئلة لإيه ما نسأل الاتحاد طيب خلينا نروح عشان الوقت لأبطالنا للبراليمبيين يعني خليني أقول البراليمبيكس حاليا دلوقتي برضو مصر بتحقق فيها يمكن ميديليات أعلى بكتير من الأولمبيات فده برضو مش عارفة تفسيره إيه بس حاجة بتسعيدنا جدا وأبطالنا برضو يعني بصراحة بشرفيننا فبتشوفي برضو المشاركة البراليمبيا المصرية ازاي دول اللي بيبقوا يعني بمطمننا ان احنا هنفرح اه والله مطمننا ان احنا هنفرح في الآخر يعني كتير قوي كانت الأولمبيات زمان قبل ما كنا بنجيب ميديليات كتير كده الحمد لله يعني كان يعدي الدورة الأولمبياء كلها ما جبناش ميداليا ويجي دورة الأولمبياء نلاقي الميديليات بدأت تيجي فنبتدي نفرح ونحس ونحس بالفرحة فعلا عندنا طبعا مجموعة من اللعيبة المميزين جدا 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 وأساطير فعلا مش عايزة أقول أسماء عشان خاطر ما ننساش حد يعني كتير وانا تحديدا لما بحب أذكر اي لعب باراليمبياء أو لعيبة بحب جدا مثال حماتو يعني في البينج بونج أو تينيس الطاولة لأن هو يعني خلى العالم كله الأنظار تبقى متاجهة ليه في توكيو ودي حاجة أسعدتنا بشكل كبير وكان معنا مدخلة كمان في عشر صبح في الأهلي وهو كمان وقتها كان هناك وقت الأولمبياد وكلمنا معاه فيعني أنا ما شفتش كده بصراحة لا هو حماتو ده الحقيقة حاجة إعجازية صح حقيقي حاجة إعجازية هو شخصية كمان جميلة جدا يعني هو كشخص عندك تفاؤل رهيب أنا تفاؤل حلو ومش شفتوش عند أي شخص الحقيقة دايما اللعيبة البراليمبين بناخد منهم طاقة إيجابية يعني هم بنشوف قد إيه الحماس اللي عندهم وقد إيه الطاقة الإيجابية زي ما حالك قلت فعلا بيخلونا نقول ياه ده احنا قليلين أوي صحيح سيد دعاء الوقت انتهى بس أنا استمتعت حقيقة بالفقرة دي بشكرك جدا وإن شاء الله اتنوارينا تاني لأن ملف طبعا اللعنبيات ده مستمر معنا وكل ما العوقت بيعدي بنقرب أكتر فبيبقى في كلام أكتر أكيد لازم ننقشه بشكرك جدا بشكر حضراتكم على ما تبعيتي النهار إن شاء الله بكرة تبقى حلقة جديدة من عشرة صف لا لي هيكون فيها أنا وكريم بإذن الله على السلام